الله سبحانه وتعالى بيوم 18 من ذي الحجة عندما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس جاء الأمر من الله تعالى أيها الرسول خطبه بصفة الرسالة وظيفته الرسالية بما هو رسول من قبل الله بلغ عند هناك بيان لابد أن تبلغه تبلغه موت خبر به فقط الإبلاغ الإيصال لابد أن توصله إلى المسلمين فلابد أن يكون بعبارات بينة واضحة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل رسالة الله تعالى مو فما بلغت رسالتك التي أرسلك الله فما بلغت رسالته رسالة الله تعالى هي التي عمل على تبليغها مئة أربعة وعشرين ألف نبي فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا تحمل هم من الناس والمرب بالناس خلي المسلم يتأمل ما كان فيه لا مخابرات دولية ولا فيه ماسونية هم المسلمون الموجودون في ذلك الزمن مئة ألف مئة وعشرين ألف فيهم منافقون يريدون سوءا بالنبي وبدين الله تعالى الله قال له بلغ رغم أن البلغ سيكون كالصائق على رؤوسهم الله يعصمك من الناس ماذا بلغ النبي في ذلك اليوم باتفاق المسلمين لا نطيل الكلام لا نحتاج الآن للدخول في الأسانيد والكلام والكتب والمصادر باتفاق المسلمين أن النبي في هذا اليوم قال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخره ومع هذا الحديث مع هذا الكلام تكلم بأمور كثيرة بالصلاة بالصوم الأمر بالمعروف النهي على المنكر إلى آخره الله ماذا قال له أنا أتمنى أن تتأملوا في هذا الشيء قال له بلغ ما أنزل إليك يعني هناك شيء أنزله الله إلى النبي إلى الآن لم يبلغه وإذا لو كان بلغ سابقا ما يقول له بلغ ما أنزل سيقول له بلغته يا رب بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل هذه القرينة الثانية على أنه إلى الآن لم يفعل هذا الشيء وإن لم نبي قصر لا لا الآن الله أمره بشيء جديد ويخبره بعظمة هذا الشيء بلغ هذا الشيء الذي لم تبلغه سابقا وإن لم تفعل يعني أنت لم تفعل إلى الآن وإن لم تفعل لاحقا وقت الإعلان فما بلغت رسالته كل هذه الرسالة لم تبلغ والله يعصمك من الناس النبي في مقام أن يبلغ شيئا لم يبلغه سابقا هذه خطبة النبي يوم الغدير دعك من مصنفات الشيعة اذهب إلى بقية كتب المسلمين جيب خطبة النبي في يوم الغدير أسويلها جدولة كل فقرة شيلها على جنب بلغ الصلاة في يوم الغدير بلغها سابقا فإذا ليست هي المراد بلغ الصوم بلغه سابقا ومرارا إذا ليس هو المراد حتى تعثرها على فقرة من هذه الفقرات جديدة التبليغ لم يبلغها النبي سابقا عندها تكون مصداقا لقول الله تعالى بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت شفنا الغد